أمينة من عمان تسأل عن قول آمين تقول يعني بعض الناس يمد ويلحن آمين ويتغنى بها وأيضا يشددون آمين تسأل تقول أو تريد نصيحة في هذا أمينة بارك الله فيك أولا آمين معناها اللهم استجب هذا معنى آمين أغلب المصلين الآن وأغلب المسلمين ما يعرفون معنى آمين لما يقرؤون الفاتحة الآن في الصلاة ما يعرفوا معنى آمين آمين اللهم استجب استجب لماذا استجب ماذا استجب في الدعاء الذي في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فلما يقول المصلي آمين سواء كان إمام أو منفرد أو مأموم يعني معنى اللهم استجب هذا الدعاء هذا المعنى ولذلك معنى آمين اللهم استجب المسألة الثانية بالنسبة لحكم آمين سنة مستحبة وليس بفريضة واجبة سواء في الصلاة أو خارج الصلاة يعني في الصلاة بعد الفاتحة خارج الصلاة في قراءة الفاتحة أو في الأدعية فإذا دع الإنسان بجوار أحد يستحب أن يقول آمين لأن الله تعالى قال عن موسى وهارون وقد أجيبت دعوتكما فاستقيما قال أهل العلم كان موسى يدعو وهارون يؤمن المسألة الثالثة بالنسبة لآمين تشديد الميم هذا خطأ يغير المعنى يغير المعنى فإذا قال المصلي أو القارئ أو الذي يقول آمين آمين خطأ لأنه يختلف المعنى أنا ذكرت لكم أول مسألة آمين ما معناها اللهم استجب لما يقول آمين يعني قاصدين كما قال تعالى ولا آمين البيت الحرام يعني قاصدين البيت الحرام فالتخفيف على كل حال في الميم يعني بالنسبة للمد في الأول أو الثاني الميم تخفف آمين هذا بالنسبة للميم ما يقول آمين من قال آمين فقد أخطأ صلاة الصحيحة لأنه سنة قلنا بالنسبة لآمين طيب المد يكون في أي شيء المد من أهل العلم من ذهب إلى أنه يكون في آلف آمين يقول آمين مثلا وبعضهم يقول في الآلف وليع يقول آمين والأمر في هذا واسع طيب بالنسبة لحركات المد منهم أن يقول يمد مدا طبيعيا وهو حركتين أو بعضهم يقول أربع حركات وبعضهم يقول يمد ست حركات ست حركات وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع صوته بآمين رفع صوته قال آمين هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في دواوين السنة ولذلك يجوز أن يقول المصلي آمين يمد في الأول والثاني ويجوز أن يقول آمين ما يمد في الثاني ويجوز أن يقول آمين يمد في الثالث يمد في أثاء كل هذا جائز ولله الحمد والمن أما قضية التلحين كيف التلحينين هو آمين يكفي يعني ما في دعي للترتيل والتلحين لأن هذا ليست من القرآن حتى يرتل آمين ليست من القرآن هذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم